زاد إغلاق مستشفى الشعب التوليدي من تعرية الكارثة الصحية التي تتفاقم في عدن آخرها حدوث أربع حالات وفاة لأمهات فارقنا الحياة أثناء الولادة الحالة من هذه المنطقة أربع حالة ما تجعلينها التي قتل الإهمال لا فحص حق الدم لا تكترك من الناس الوقفة الاحتجاجية لكوادر المستشفى وعدد من المواطنين والناشطين حاولت كشف الفساد الذي يقف وراء إغلاق المستشفى رغم جهوزيته متهمين مستشفيات خاصة مستفيدة من الوضع المتردي في المستشفيات الحكومية عندما ينتهي هذا المستوصف المترتبات كثيرة عليها لأن هنا تظهر القشع وتظهر طبعا عيون الفساد في البحث عن أماكن أخرى للتوليد ويعد مستشفى الشعب التوليدي الحكومي الوحيد في الأربع المديريات جنوب عدم مش معقول أنه يقفل هذا المكان في ناس محتاجين لهذا المكان أكثر من الناس الله يدري بحالهم ما يقدرونيش يروحون الصداقة تنجلان بلين الكويت على أنهم يقدموا وقدموا حضانات حق الحضانة حق الأطفال المشكلة أنه في فساد مسيطر على هذا المستشفى أو على قسم الولادة هو الوحيد مئة ألف نسمة في صيرة فيما يغطي مستشفى الصداقة شمال عدم بقية المديريات والمحافظات المجاورة في معادلة صحية مختلة تنتظر حلا يوقف المأساة آدم الحسامي قناة بلقيس عدم